اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة درسنا اليوم القرآن الكريم طبعا الجزء الثالث الجزء الثالث من درس القرآن الكريم ماذا سأتعلم من درس اليوم ان اعدد مقاصد القرآن الكريم وان اشرح اثر القرآن الكريم في الحضارة الانسانية وان اعدد افضل القرآن القرآن او فضائل القرآن الكريم وان اذكر اثر القرآن الكريم في العربي وفي اللغة العربية درسنا السابق كان تذكر بما سبق اعجاز القرآن الكريم الاعجاز البياني والاعجاز التشريعي والاعجاز الغيبي الكلمات مفتاحية لدرسنا هذا اليوم مقاصد عبادات اخلاق هداية الحضارة واللغة العربية ما هي المقاصد من القرآن الكريم ان الهدف ان اعدد المقاصد من القرآن الكريم معنى المقصد اي المطلب او الهدف الذي نريد ان نحققه من وجود القرآن الكريم والغاية التي اوجد من اجلها القرآن الكريم والغاية التي انزل الله عز وجل بها القرآن الكريم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي مقاصد القرآن الكريم تنوعت مقاصد آيات القرآن الكريم وسوره لتشمل كل مجالات الحياة البشرية ولتحقق الغايات التي انزلت من اجلها ومن ابرز هذه المقاصد الهداية إلى العقيدة السليمة إذن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم ليبين للناس العقيدة الصحيحة ليبين لهم هذا الدين القويم ماذا يعتقدون وماذا يفكرون ويتكونوا في عقلهم وفي قلبهم إيمان راسخ بالله عز وجل فالقرآن الكريم هدانا إلى عقيدة سليمة خالية من الأوهام والخرافات ومن الشوائب إذن أول مقصد للقرآن الكريم هو الهداية إلى العقيدة السليمة من مقاصد القرآن الكريم أيضا العبادات ففي القرآن الكريم بيّن لنا فرائض الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج ونطق بالشهادتين إذن أولا من مقاصد القرآن الكريم الهداية إلى العقيدة سلمة ثم بعدها علمنا العبادات فالآيات أول ما نزل منها من القرآن الكريم نزل يتحدث عن الجنة والنار وتثبيت العقيدة ثم بعدها نزل ما فرض على الناس وما حرم عليهم من أشياء أيضا من مقاصد القرآن الكريم الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فبالتالي الأخلاق لها مكانة عظيمة في الإسلام أولاها الإسلام أهمية كبيرة كبيرة لأن من خدالها يبنى المجتمع السليم الخالي من المفاسد والمجتمع الخالي من الشهوات ومن الأذى ومن غيرها إذن فبقاصد القرآن الكريم ثلاثاء الهداية إلى العقيدة السليمة والعبادات والأخلاق عقيدة عمل عبادات ثم أخلاق فمن ملك عقيدة سليمة وزينها بالفرائض وأدى ما أمر به من فرائض وأعمال صالحة ثم حل نفسه بالأخلاق الحسنة يكون مؤمنا صادقا مكتمل الإيمان عاملا بكتاب الله عز وجل متحليا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سنبدأ بشرح النوع الأول أو المقصد الأول وهو الهداية إلى العقيدة السليمة بين القرآن الكريم أساس الإيمان بمعرفة الله عز وجل وعظيم سلطانه وباهر قدرته وبالغ حكمته وواسع رحمته إذن فالقرآن الكريم بين للإنسان ووضح له أن الخالق عظيم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء هو المتصرف بكل شيء سبحانه وتعالى فبالتالي كون في عقلنا وفي قلبنا أن الله وحده هو المالك أن الله وحده هو المعبود قال تعالى وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فبالتالي بيّن لنا سائر الأركان أركان الإيمان كما دعانا إلى الأخلاق الحسنة والتفكر في بديع مخلوقات الله سبحانه وتعالى لنصل إلى اليقين بالله عز وجل أنه إلها واحدا خالقا مبدعا لا إله إلا هو كما طهر عقولنا من الخرافات ومن الأوهام قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إذن فالقرآن الكريم بيّن لنا أن الله وحده هو خالق الكون هو الإله وحده المتصرف سبحانه وتعالى فبنى لنا عقيدة سليمة خالية من الشوائب ومن الأوهام ومن الخرافات أيضا من مقاصد القرآن الكريم كما ذكرنا العبادات رسم القرآن الكريم وسائل صلة المخلوق بالخالق فالصلاة صلة بين العبد وربه فصلة تعبد وتقرب إلى الله عز وجل فالعقل يتقبلها والروح تدرك آثارها كما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في السنة القولية وبفعله في السنة الفعلية وبتقريره بالسنة التقريرية أي موافقته على ما رأى أو ما سمع فعمادها إفراد الله تعالى بالعبادة قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فتخصيص الله عز وجل وحده بالعبادة ومن صورها صلاة وصيام وزكاة وحج وكل عمل صالح يبتغي به فعله وجه الله عز وجل قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذا فالعبادات هي الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى أيضا من مقاصد القرآن الكريم الأخلاق فجعل القرآن الكريم الفضائل الإنسانية دعامة بناء المجتمع الإنساني محملا الفرد المسؤولية عن عمل عقله وقلبه وجوارحه قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأنت مسؤول عن سمعك مسؤول عن بصرك مسؤول عن قلبك وبالتالي لا تؤذي الناس بسمعك ولا بالتجسس عليهم ولا تؤذي الناس بالبصر بالنظر إليهم ولا تؤذي الناس بقلبك بالحقد والضغينة والحسد وغيرها كذلك الله عز وجل أمرنا بأن نكون دعاة إلى الإسلام دعاة إلى تسكية النفس والسير في طريق البر والإحسان وأن نلتزم مكارم الأخلاق فقال الله عز وجل إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا عظكم لعلكم تذكرون فالله عز وجل يأمرنا بالأمر بالمعروف وينهانا عن الفحشاء والمنكر ويقول الله عز وجل أيضا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم فعندما تبدل أفعالك السيئة بالأفعال الحسنة فإن الناس من حولك تحبك وتقدرك وترتقي بنفسك إلى أعلى مراتب الأخلاق إذن مقاصد القرآن الكريم ثلاثة أولا الدعوة إلى العقيدة السليمة ثم العبادات ثم الأخلاق من يعدد لنا ما هي مقاصد القرآن الكريم طيب تفضل يا أسماء الهداية إلى العقيدة السليمة العبادات الأخلاق أيضا رانا تفضلي نور نعيمي الهداية إلى العقيدة السليمة العبادات الأخلاق أحسنتم بارك الله بكم إذن مقاصد القرآن الكريم ثلاثة الهداية إلى العقيدة السليمة وكذلك العبادات وكذلك الأخلاق ترجمة نانسي قنقر